كشف تقرير صادر عن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري عن قيام البنوك العاملة بالسوق المصرية بتقديم تمويلات بقيمة 55.2 مليار جنيه ضمن مبادرة التمويل العقاري لمحدود الدخل حتى نهاية يناير الماضي ليستفيد من المبادرة التي اطلقت قبل ثمانية عوام نحو 467.55 ألف عميل كما منحت تشركات التمويل العقاري محدود الدخل تمويلا عقاريا قيمته 2.33 مليار جنيه واستفاد منه 19.100 عميل